اليوم رح اشرح مقام النهواند مقام النهواند رح ناخده من على الصول لان نحن كنا اخدين البياد والحجاز والصبرة والكرق من على فيل رح ناخده من على الصول مقام النهواند اللي هو من على الصول هو الحقيقة بيسموه المينر في الغربي واللي هو اللي بعده بيجي الميجر الميجر بيبقى منع السيبي مول فبهالحالي بنا نأخذ بعدين مقام العجل معنى السبين والهلا نأخذ انه هون من على الصوت والمناسبة يقول انه هاي كما نجيب ألمانية اللي مبارح حطي التست قبل التعديل وهاللي عمل التعديل غيرت فرس وأعتقد ان الصوتها فتح صار أقوى وبضل رح نبتدي نقول انه مقام النهوان مقام في كتير امكانية للتحويلات وفي نفس الوقت هو مقام صفت ناعم كتير بيعبر عن المشاعر لكن ما تحسه شرقي بتحسه بسيط عالمي يعني مفتوح ما في ربعتور ما في اللمس الشرقية لكن في الحقيقة انه مقام كتير جميع لما نبتدي نقسم منه مثلا موسيقى 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 لاحظوا أنه نحن عم نعمل على مقام النهوان الجزء الأدنى اللي هو الأربع نغمس ري مي فاصل هذا الكرب موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة